موسيقى قسم العصاب بالتعاون مع وحدة الصداع ووحدة التفقيف الصحي في مستشفى الملك فهد الجامعي بحملة تفقيفية عن مرض الصداع النصفي أو الشقيقة عندنا اليوم ست أركان في الحملة تتكلم على ما هو الصداع أنواع الصداع العلامات الطارئة أو التحذيرية مثل مريض يضطر يروح للطوارئ إذا كان الصداع يعني ظاهر معه علامات معينة مصاحبة للصداع برضو عندنا طرق العلاج الوقائية والدوائية عندنا علاج دوائي وغير دوائي بالنسبة للدوائي عندنا العلاج الوقائي والعلاج الأدوية المعالجة للصداع وعندنا الركن الأخير معنا مشاركي معنا قسم الآصاب وحدة آصاب الأطفال فيما هو الصداع عند الأطفال وطرق علاجه نتحدث عن العلاج الوقائي للصداع النصفي وطبعا ينقسم عادة علاج الصداع إلى قسمين علاج وقائي والهدف منه تقليل شدة ومدة وتكرار الصداع والتي يجب متابعتها مع الطبيب للتأكد من فعالية العلاج عن طريق التدوين القسم الثاني من العلاج يتكون من ما يسمى بالأدوية المجهضة للصداع وهي خاصة للنوبة الحادة فقط تستخدم مختلف الحاجة ويجب الالتزام في هما الاثنين بالعادة طبعا الصداع يصيب النساء أكثر من الرجال وذلك بسبب الاختلافات الهرمونية في ارتباط الشقيقة بالاختلافات الهرمونية ارتباط وثيق رسالة أوجهها للمصابين بمرض الصداع النصفي الالتزام مع نفس الطبيب لأن الطبيب أدرى بتاريخ المرضي للشخص نفسه بشكل منفرد والأدوية التي استجاب لها والتي لم يستجب لها فما نفع مع غيرك ليس بالضرورة أن ينفع معك وما نفع معك ليس بالضرورة أن ينفع مع غيرك فلذلك الالتزام بنفس الطبيب مهم في رحلة العلاج اشتركوا في القناة